اشتركوا في القناة 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 اشتركوا في اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة وفي النهاية اشتركوا في القناة 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 لها لم يساحة نسبة التشابه و القيناها مقبل ثنين ثنين موربع ضرب جدر ثلاثة حسوينا أربعة ضرب جدر ثلاثة بطريقة مباشرة بدون حساب الأطوال بدون حساب أي شيء هالتتذكيرات من السنوات الماضية على السنة الثانية والسنة الأولى رح يفيدوكم بزاف في اختصال المسافة نلحقنا نهاية سؤال عشرة خليك تحول في سؤال 11 وانتلاقي أمر ما تحاول فيها إن شاء الله إذن نروح نشوف الطريقة الثانية كيف كيف يعني الطريقة الثانية وتقول نحسب الصورة تاع ZB بواسطة التحويل S لو كوش ندير نعود ZB في بلاسة Z هنا نكتب Z فتحة لها ZB فتحة رح تسوي 1 ناقص جدر ثلاثة ضرب E ضرب ZB لها ثنين جدر ثلاثة قسمة ثلاثة زائد ثنين قسمة ثلاثة ضرب E بالطبع ناقص جدر ثلاثة زائد E نجدر النشوف 1 ضرب 2 جدر ثلاثة على ثلاثة زائد ثنين E قسمها ثلاثة ومبmarket عندي ناقص جدر ثلاثة E ضرب 2 جدر ثلاثة ما شك يجغني؟ جدر ثلاثة ضرب جدر ثلاثة لسوية ثلاثة بعد الإختيج زال ثلاثة طرح مع ثلاثة لي وضرب ناقص ثنين ضرب E وبالتالي هنا ناقص جدر ثلاثة ضرب ثنين على ثلاثة أول عدنا أضرب E يسوي ناقص واحد ضرب الناقص يساوي زائد نوجيك زائد 2 جدر 3 قسمة 3 ناقص جدر 3 زائد i لو حد لما قامت كامعة 3 باش يسهل الحسابات نوجيك 2 جدر 3 زائد 2i ناقص 2i ضرب 3 معتع ناقص 2i زائد 2 جدر 3 ناقص 3 جدر 3 زائد 3i الكل قسمة 3 نوجيك 2 جدر 3 زائد 2 جدر 3 ناقص 4 زائد 3 يساوي لي جدر 3 قسمة 3 2 ناقص 6 جيك ناقص 4 ناقص 4 زائد 3 يساوي ناقص 1 يساوي لي ناقص 1 زائد 3 ضربية ويساوي زائد بفتحة نفس النتيجة ناقص 1 زائد 3 ضربية اذا المركز الثقل المثلث افتحة بفتحة بفتحة بطريقتين ناقص 5 يساوي ناقص 5 ناقص 3 ناقص 3 ناقص 3 ناقص 3 ناقص 5 حبرهنها في جزء التفسيرات الهندسية لذلك يعني هاد السؤال رح يعاونك باش تحل بقية السؤال هاد المواطعات بيضو سؤال جيم قال عين بي ماركرا استيقال المثلث ثم السنتيش بي فتحه ماركرا استيقال المثلث بي فتحه بي فتحه بي فتحه بي طريقتين ثم احسب ميزاح المثلثين نحسب زد بي لحقة نقطة بي سمينا زد ا زد زد ب زد زد اف الكل قسمه ثلاثة لانها ماركرا استيقال زد ا يجدر ثلاثة زيد اي زد بي جدر ثلاثة بنقص اي زد اف يتنين اي الكل قسمه ثلاثة زد ثلاثة زيد جدر ثلاثة تنين جدر ثلاثة قسمه ثلاثة اي تروح مع اي قعدك زيد الثلاثة قسمه ثلاثة اي وكاده هي لحقة نقطة بي اذا في مارك احدثية تنين جدر ثلاثة قسمة ثلاثة واثنين قسمة ثلاثة وكا بيش نلقاه بي فتحه مكرا استيقال المثلث فتحه بي فتحه بي فتحه بي طريقتين دو طريقة الاولى العادية لك طريقة واحد نحسبو زد بي فتحه راح تسوي Z أفتح Z Z بفتح Z Z أفتح كل قسمة 3 Z أفتح يجد 3 ناقص 3E Z بفتح ناقص جدر 3 ناقص 3E Z F هي زائد 3 زائد 3E زائد 3E زائد 3E راح مجد 3 ناقص 3E راح مع زائد 3E يقعد لي يقعد لي هنا زائد 3 قسمة 3 ويقعد لي ناقص 3E قسمة 3 هادا مش هاتنين ثلاثة مش هاتنين وقع يسوي زائد 3E 3E ناقص E طابع شوفوا ذلك الطريقة الثانية طريقة الثانية وش نديرو فيها نكتبو أول حاجة عبارة التشابه زائد 3E ناقص E جدر 3 ضرب Z زائد جدر 3 ناقص زائد 3 عدرنا ناقص جدر 3 زائد E نعود هنا Z B فتحة راح يسوي 1E ضرب 3E زائد B يعني كما دلنا صورت المثلث هذا كامل هي أفتحة بفتحة أفتحة راح يكون صورت B هي بفتحة دونك ZB ناقص جدر 3 زائد E ونعود إحداثي تغيرتون تا ZB دونك 1 ناقص E جدر 3 ضرب باش حاقن الإحداثية تعذراً قنام 2 جدر 3 على 3 2 على 3E ونقدر 2 جدر 3 على 3 زائد 2 على 3 ضرب E ناقص جدر 3 زائد E دونك ندير نرش 1 ضرب 2 جدر 3 على 3 ونجدك 2 جدر 3 على 3 هنا ناقص E جدر 3 ضرب 2 جدر 3 أول جدر 3 ضرب بجدر 3 يسوي أنه 3 نختزه 3 مع 3 فعدك ناقص 2E ومن بعد 1 ضرب 2E ونجدك 1 زائد 2E على 3 وفي النهاية هذا ضرب هذا دونك E ضرب E يجي ناقص 1 ضرب ناقص يجينا زائد 1 ناقص زائد 2 ضرب 3 قسم 3 ناقص زائد 3 زائد E نبسط الحسابات أولا عندي 2 جدر 3 زائد 2 جدر 3 على 3 أولا عندي 2 جدر 3 ما هي حيساوي لي؟ حيساوي لي 4 جدر 3 قسمة 3 ناقص جدر 3 اللي احنا وش عندي ثاني؟ عندي ناقص 2E زائد E ساوينا ناقص E زائد 2E قسمة 3 من واحد المقامات هنا ثلاثة ضرب جدر 3 يساوي لي 4 جدر 3 ناقص ثلاثة جدر 3 ناقص ثلاثة جدر 3 قسمة 3 ما هي حدكali هما حتى قاد behöver ناقص نضرب ناقص E ضرب ثلاثة جدر 3 ججيك ناقص النتب زائد ناقص ثلاثة E زائد 2E هacie قسمة ثلاثة ويساوي هنا يساوي نجد ثلاثة ثلاثة والثاني يساوي ناقص E قسم ثلاثة هنا الله أعلم غلط مقبيل إذن سؤال 11 قال عين معاذة الوسيطية لضائرة غاما فتحتين صورة الضائرة غاما بوسط تشابه S ثم حصل بسحدة أولا نحن نبدأ بالتشابه كي يحول ضائرة أو أي شكل ما حاش يحافظ على المسافة لأنه عنده نسبة التحاكي والتشابه عنده من نسبة إذن يحولوا يغيروا الأطوال هنوش نديرو إذن نحسبوه أول حاجة رفتحة ليهو ليهو نسبة قطر ضائرة غاما فتحتين وشه حيساوي لنا؟ رفتحتين عدل حيساوي لنا كضرب رفتحة رفتحة لهنا ولدي دربة ربعة يساوي لنا 2 دربة 2 حيساوي لنا 4 هذا في حداته رفتحتين ونحسبوه أوميغا فتحتين صورة أوميغا حنا عدنا باللي أوميغا فتحة هي صفر تنين نحسبوه صورة أوميغا فتحة بوسط تحويل Z فتحة يساوي لنا شحقونا مقبل 1 ناقص E جدر ثلاثة ضرب Z ناقص جدر ثلاثة زائد E ذلك نعوض هنا أوميغا فتحة رح يجيني أوميغا فتحتين ذلك Z أوميغا فتحتين حيساوي 1 ناقص E جدر ثلاثة ضرب Z أوميغا وشنو هي؟ هي نفسها Z F ناقص جدر ثلاثة زائد E وحسبناها مقبل هي F فتحة رح يساوي لنا زائد F فتحة اللي هي في حداتها ثلاثة جدر ثلاثة عدرا زائد ثلاثة E إذن الضائرة الجديدة اللي هي أوميغا فتحتين مركزها أوميغا فتحتين اللي هي جدر ثلاثة ثلاثة ونسخطرها أرف فتحتين اللي يساوي لنا أربعة تربية ذلك رح نشوفو سؤال 12 وشي يقول إذن سؤال 12 قال ليكن D المستقيم ذي معادلته 2X ناقص 2 جدر ثلاثة Y زائد 4 جدر ثلاثة يساوي السف وليكن دلتا مستقيم ذي معادلته 3X زائد جدر ثلاثة Y ناقص 2 جدر ثلاثة يساوي السف أثبت أن المستقيمات D ودلتا متعامدة أول حاجة ننحو سواء الأشياء النظيمية عندنا الدلتا شواء D مستقيم D عدرا معادلته 2X ناقص 2 جدر ثلاثة Y زائد 4 جدر ثلاثة يساوي السف شواء النظيمي N1 مباشرة مش رح يساوي معامل ضرفي X معامل ضرفي Y ناقص 2 جدر ثلاثة المستقيم الثاني دلتا معادلته 3X زائد جدر ثلاثة Y ناقص 2 جدر ثلاثة يساوي السف ناقص 2 جدر ثلاثة ناقص 2 جدر ثلاثة يساوي 3 جدر ثلاثة يعني المعامل ضرفي X معامل ضرفي Y ناقص 2 جدر ثلاثة ناقص 2 جدر ثلاثة ضرب جدر ثلاثة يعني المركبة على المحور الفواصل ضرب المركبة على المحور الفواصل المركبة على المحور التراطيب ضرب مركبة على المحور التراطيب الأولى تمام للستة تانيا جدر ثلاثة مع الناقص حاليا과 ناقص 2 لكنناقص 6 وفي النهاية يساوي السف قلوا اذا الشعاء المستقيمان دلتا و دي متعامدة ذاكرا حنا نحاولوا كيف كيف السؤال 13 إذا سؤال 13 قال تحقق النقطتين F فتحة و Z تنتمينا إلى دلتا و النقطتين A فتحة و F تنتمينا إلى D عذراً لو تنتمي إلى D و الثانية تنتمي إلى دلتا أعتذر وش ندر هنا بكل بساطة نعود يعني نعود إحداثيات النقطة A في معادة المستقيم دلتا النقطة F فتحة نعود نقطة F فتحة في مستقيم D نبدأ بدي يعني 2 ضرب دلتا 3 ناقص 2 ضرب 3 ضرب 3 ضرب 4 ضرب 3 راح تسويلي 2 ضرب 3 تقعد كيما راهي هنا عندي 2 ضرب 3 يجيك ناقص 6 ضرب 3 ضرب 4 ضرب 3 دونك 4 ضرب 3 ضرب 2 ضرب 3 يسوي 6 6 ناقص 6 دونك في النهاية قاو 0 إذا فهي محققة نقطة ثانية زد يجيك 2 ضرب ناقص جدر 3 ناقص 2 ضرب 3 ضرب 1 يعني الفاصلة هي المركبة بحل الحقيقي والترتيبة هي الجزء التخيوري زائد 4 ضرب 3 راح يسويلي ناقص 2 ضرب 3 ناقص 2 ضرب 3 زائد 4 ضرب 3 يسوي 2 ضرب 3 ناقص 2 ضرب 3 حيثي ناقص 4 ضرب 3 زائد 4 يسويلي في النهاية صفر إذا ثانية أيضا محققة شوفوا الثالثة أنا عود نقطة F في علامة المستقيم دلتا دونك عدنا F جزء الحقيقي يسوي 0 إذا نحجيك 3 ضرب 0 زائد جدر 3 جزء الدخي يولي سوي 2 إذا نحجيك ضرب 2 ناقص 2 ضرب 3 شح تسويلي 2 ضرب 3 ناقص 2 ضرب 3 شح تسوينا 0 إذا هذه أيضا محققة وفي النهاية نعودوا إحدثت نقطة أفضحة في معادة المستقيم دلتا دونك جزء ضرب 3 ضرب 3 ضرب 3 ضرب 1 ناقص 2 ضرب 3 سوي 3 ضرب 3 ناقص 2 ضرب 3 ناقص 2 ضرب 3 ويسوي الصفر إذن فهي محققة أيضا ومنه النقطة A النقطة F فتحة ونقطة D تنتمي لمستقيم دلتا النقطة F ونقطة A فتحة تنتمي لمستقيم دلتا الأول دي أعتذر أني ينقلب بينتهم دي ودلتا فتحة إذا نروح نشوفوا السؤال 13 وشي يقول باش نحاولوا فيه كيف كيف مدى بيتحاولوا من قبل باش شوفت صح معيه يعني نعودوا أول حاجة مرحلة نكتبوا X بدلتا Y هنا تعمل مستقيم دي وشي جاني 2X يسوي 2 ضرب 3 ضرب Y ناقص 4 ضرب 3 ناقص مكلشي على 2 نجيك X يسوي 0 ضرب 3 Y ناقص 2 ضرب 3 الهدف من التميلي يعني نكتب Y فتحة بدلت X فتحة هذا هو الهدف بوقوش ندير نحكم X نعوضها في X فتحة و Y فتحة يسوي جدر 3 Y ناقص 2 جدر 3 زائد جدر 3 Y ناقص جدر 3 في الثانية Y فتحة وشي سوي Y ناقص جدر 3 ضرب جدر 3 Y ناقص 2 جدر 3 زائد 1 هذا يستلزم باللي S رح يقعد X فتحة اللي حتسوي جدر 3 ضرب Y عذرا ثانين جدر 3 ضرب Y ناقص 3 جدر 3 أما بالنسبة الثانية بعد ما نديرو النشخ Y فتحة وش رح يسوي لي رح يسوي لي Y ناقص 3 Y ناقص 6 بوسكو عندي جدر 3 ضرب جدر 3 زائد 1 يحتسوي لي في حدات ها ناقص 2 Y ناقص 5 هذي Y فتحة لك هنوش ندير في الثانية نكتب Y بدات Y فتحة هذي يستلزم لي أولا نكتب Y فتحة هي ناقص 2 Y زائد 5 إذا هنة هولي عندي Y رح تسوي Y فتحة عدن ناقصي بY هتسوي Y فتحة ناقص 5 ومن هو H ناقص 1 على 2 Y فتحة زائد 5 على 2 ناقص مع ناقص يولو زيت يقرأ كل قتال هنا نعوض هنا راح تجي نتيجة X فتحها راح تسوي لي 2 جدر 3 ضرب ناقص 1 على 2 يقرأ كل فتحها زيت 5 على 2 الكون ناقص 3 جدر 3 ناقص 3 جدر 3 يقرأ كل فتحها بعدها نوعية الخط ناقص 3 جدر 3 بعدها نضرب زيت 3 جدر 3 ضرب 5 ناقص 3 جدر 3 إذن X فتحها راح يسوي لي ناقص جدر 3 يقرأ كل فتحها هنا 5 ناقص 3 حيسوي 2 زيت 2 جدر 3 وكهذه معدت المستقيم دفتحها صورة دلتا صورة دلتا يقرأ كل فتحها ناقص جدر 3 يقرأ كل فتحها زيت 2 جدر 3 تقدر تدي كل الطرف الأول تقدر تخليه في الطرف الثاني كل تلحاتي راح تصحها ترابية إذن هنا راح نشوف السؤال اللي بعد وشي يقول أنت كلا رابية باش نحله كيف كيف إذن سؤال 14 قال عين معادلتي دلتا فتحها ودلتا صورتي د ودلتا بتحويل S عدنا في المعطايا دلتا وعدنا تعبير S وش ندر أول حاجة نحكم هذي المستقيم دلتا نكتب X بدلت الباقية كيفاش نكتبهم أول حاجة ندي الباقية الطرف الثاني معانتها هذي عبارة هتولي عندي 3X رح يساويلي ناقض جدر 3Y زائد 2 جدر 3 نقسم كل شعال 3 وشي جيني X يساوي ناقض جدر 3 قسمة 3Y زائد 2 جدر 3 قسمة 3 هنكتبنا عبارة X تعلم المستقيم دلتا هذي المستقيم دلتا وش ندر نعوض X اللي نقيت اللي هنا نعوض في X تحويل وشي جيني X رح يساوي X لو ناقض جدر 3 قسمة 3Y زائد 2 جدر 3 قسمة 3 زائد جدر 3 Y ناقض جدر 3 يعني عوض أما بالنسبة الثانية ديك Y تحويل يساوي Y ناقض جدر 3 ضرب ناقض جدر 3 قسمة 3 Y زائد 2 جدر 3 قسمة 3 زائد 1 ده وكذا وش رح يستلزم لي بلاي عبارة تحويل S رح تكون X فتحة عذرنا هنا S رح تكون X فتحة تساوي نوحد لمقامات في الأولى كله شنضرب فيه نقص جدر 3 يجارك زائد 2 جدر 3 زائد 3 يجارك نقص 3 وكل قسمه 3 قبلنا بنسبة ليجارك فتحه وش يجيني ننشر يجارك نقص جدر 3 بعد الاختزال يجيك 1 زائد مع زائد يقول له نقص مع نقص وليه زائد يجارك بنسبة الثانية نقص جدر 3 ضرب جدر 3 يجيك زائد نقص 3 مع الاختزال يجيك نقص 2 زائد 1 وكذا يستلزم اللي بلي x فتحه رح يساوي رح يساوي بعد التبسيت 3 جدر 3 نقص جدر 3 يجيك 2 قسمه 3 2 جدر 3 نقص جدر 3 على 3 فتحه يجيك 2 نقص 1 4 جدر هذا يستزم باللي Y رح يساوي رح يساوي لي 1-2 Y فتحه وزايد 1-2 ومبعد وش ندير هات ال Y اللي لقيتو نعوضو اللي هنا ويجيني X فتحه رح يساوي 2 ندر 3 قسمه 3 ضرب 1-2 Y فتحه وزايد 1-2 ناقص جدر 3 قسمه 3 انا بعد الحي سبطيت او X فتحه بعد النشر 2 تروح مع كلتا اتنتين دوك جدر 3 قسمه 3 Y فتحه انا جدر 3 على 3 ضرب 1 جدر 3 على 3 ناقص جدر 3 على 3 يجينها 0 دوك نكتبوها معليش جدر 3 على 3 قسمه 3 هذا يروح وشق عدلي X فتحه X فتحه نجيبو Y لطرف الأول لان ناقص جدر 3 قسمه 3 Y فتحه يساوينا الصفر وهذي معادة المستقيم delta فتحه صورة delta انا نروح ودوك نشوفو معادة المستقيم دي فتحة صورة T بنفس طريق يعني إلي ما فنش الطريقة لهنا يعودين راجحها معنا في المستقيم T يعودين راجحها معنا في مستقيم T سؤال الخمسطاش والأخير قال لك بين بللي F هي نقطة تقاطع D و Delta ثم نستنتج أن F هي نقطة تقاطع Delta فتحة و D فتحة هنا وش ندير باش نلقى بللي F هي نقطة تقاطع D و Delta وش ندير حجمت معادلتين ثلاثم جهولين المعادلة الأولى هي معادلة المستقيم Delta ومعادلة الثانية معادلة المستقيم D تلاحظ بللي هنا المعاملة Y شحال ناقص 2 جدر 3 ومعاملة Y هنا شحال جدر 3 إذن وش ندير نضرب المعادلة الأولى في 2 وش هتولي لي 6X زي 2 جدر 3 Y ناقص 4 جدر 3 يسوي الصفر المعادلة الثانية 2X ناقص 2 جدر 3 Y زي 4 جدر 3 يسوي الصفر هنا وش نقول بالجمع وش نلقى 2X زي 2 جدر 3 Y ناقص 4 جدر 3 زي 2X ناقص 2 جدر 3 Y زي 4 جدر 3 يسوي الصفر هنا جمع الطرف لي طرف Y ترح مع Y 4 جدر 3 ترح مع 4 جدر 3 شقعد لي 8X يسوي الصفر هذا يستيزم أن X يسوي الصفر وش نلقى بعد ما نعود على سبيل المثال هنا X بالصفر وش نلقى جدر 3 Y ناقص 2 جدر 3 يسوي الصفر ندوها للطرف الثاني ناقص 2 جدر 3 وش تولي عندي تولي عندي جدر 3 Y نسوي 2 جدر 3 ومن نقطة تقاطع D ودلتا هي نقطة F ذات الفاصلها 2 ذات الفاصلها 0 والترتيبها 2 ليها 2F ليها 2E بالضبط بما أن نقل استنتج أن F فتحة صورة F هي نقطة تقاطع دلتا ودلتا فتحة وش تقول من هذه الإجابة؟ بما أن دلتا فتحة وصورة دلتا فتحة وصورة D إذن فإن F فتحة صورة F هي نقطة تقاطع دلتا ودلتا فتحة استنتاج مباشر يعني تعبير فقط طربيا هنا نحقنا نهاية تحوية نقاط تحوية نقاط م إذن في المرة ما نقبل بإذن الله إذا كنا من الأحياء وإذا قدرنا ربي نديروا فيديوهات على مجموعة النقط باش نكملوا مسألة الشاملة تعانا من هنا هذك الوقت ربي يوفقكم وربي هنيكم وربي أعطيكم أتمنوا السلام عليكم